السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرار جديد من مصر للطيران بشأن الصفر للسعودية أثناء موسم الحج هنعرف تفاصيل القرار بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوا الصلاة عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين شجعونا بالاشتراك ولايك للفيديو وشير عشان تصلوا كل الأخبار الجديدة قرار جديد من مصر للطيران بشأن الصفر للسعودية أثناء موسم الحج أصدرت شركة مصر للطيران منشور جديد بإلغاء العمل بقبول حامل تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها على المسافرين إلى المملكة العربية السعودية على الرحلات الجوية المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة ابتداء من 30 مايو الجاري وحتى 28 يونيو المقبل وأرسلت الشركة منشورا إلى شركات السياحة تؤكد إلغاء المنشور الذي عممته في وقت سابق والخاص بقبول الحجز لأي راكب يحمل تأشير الزيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة خلال فترة الحج وقالت الشركة في إختارها إلى شركات السياحة إلى أن السلطات السعودية حددت موعدها بدء استقبال رحلات الحج اعتبارا من 21 مايو الجاري وحتى 23 يونيو المقبل وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 1 يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادمين كده يبقى احنا عرفنا أحدث القرارات الجديدة والخاصة بمصر للطيران والخاصة كمان بتأشيرة الزيارة ووضحت طبعا في القرار كل حاجة خاصة بتأشيرة الزيارة وهل هي مقبولة أم لا في موسم الحج لو في أي أخبار جديدة هنزلها لكم هنا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان أول ما ينزل فيديو جديد يوصلوكم إشعار به أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته